بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الرابعة نستكمل المثال اللي على الموازنة الشاملة هنحل دلوقتي مطلوب 4 و 5 موازنة مغزون المواد الخام بيعتمد على علاقة بجيب كمية احتياجات الانتاج من المواد الخام للربع التالي أو غيره حسب ما يقول في حسب النسبة المعطى تدي كمية مغزون مواد الخام آخر مد لاحظ أن كمية احتياجات الانتاج من المواد الخام بتساوي كمية الانتاج في احتياجات الواحدة من المواد الخام هنطبع الكلام ده في الشكل التالي هذه برنامج الانتاج أو كمية الانتاج اللي طلعناها من المطلوب رقم 3 اللي هو موازنة الانتاج ده حسبناه في الربع الأول 2700 والتاني 750 والتالت 4750 والرابع 3500 أجيب كمية الاحتياجات إزاي؟ إن أنا أضرب الكمية اللي أنا طلعتها في عشرة دي كتمعطة. احتياجات الوحدة هي عشرة دي كتمعطة يبدأ ما أضرب الأرقام دي في عشرة يضيني كمية الاحتياجات في كل ربع نفس الكلام أطبعهم بالنسبة لي النموذج رقم 2 اللي كانت كمية الانتاج أو برنامج الانتاج دي اللي احنا كنا طلعناها من موازنة الانتاج في المطلوب الرقم 3 البديل طلعناها وكان أضرب الكميات دي احتياجات الوحدة احتياجات الوحدة هنا كانت 12 يعني دي كانت 10 قدم لكن دي 12 قدم دي كانت معطا يبدرب الكميات دي في ال 12 يديني الاحتياجات بعد كده اقول اطبق المعدلة بتاعة المغزون عندي الاحتياجات طلعناها تاعة الربع الاول والثاني والثالث والرابع وعند المغزون انتاج تام اخر المدة كان 50% كانت معطا ب50% من احتياجات الربع التالي فانا في الربع الاول كانت احتياجاته حسبناها بعد مضربنا الـ 2700 في عشرة كانت 27000 انا مش عايز احتياجات الربع ده انا باخد التالي له يبقى 57500 في 50% انا عايز بقى اجيب المغزون بتاع الربع الثاني بيقول 50% من اللي بعده التالي يبقى اخد 47500 في 50% طب انا في الربع التالي ده احتياجاته اصلا 47500 تب مغزونه بقى بيكون 50% من احتياجات الربع التالي التالي اللي هو كان كام 35000 وضربه في 50% طب الربع الرابع احتياجاته في حد ذاته 35000 انا انا عايز ليه احتياجات التالي التالي اللي هو الاول في العام اللي بعده اللي هو يعتبر ايه كين ده فباخد استرشد به نفس الكلام بنطبقه في النموذج رقم اثنين باخد التالي واضربه في 50% التالي واضربه في 50% التالي واضربه في 50% ما عنديش تالي يبقى اخد ده واضربه في 50% ونبدأ نجيب المطلوب رقم 5 موازنة مشتريات المواد الخام كنا بنقول العلاقة بتاعتها اخد كمية الاحتياجات من مواد الخام اضاف عليها مغزون اخر واطرح مغزون اول يديني كمية المشتريات اضربها في سعر الشراء يديني تكلفة المشتريات ونعملها في الجدول وما تنساش برضو احنا بنعمل في الجدول ان مغزون اخر الرابع يكون نفسه مغزون اول الرابع اللي بعده التالي والمغزون لا يجمع مغزون اخر المدة للسنكة كل هو اخر الرابع الرابع لكن اول للسنكة كل هو اول الرابع الاول منطبع الكلام ده في الجدول ادل الاربعة تربع احتياجات برنامج الانتاج حسبناها مغزون اخر مدة برضو تحسب طبعا بنجمع ده 167000 لكن المغزون لا يجمع انا بتكلم عن اخر يبقى اخر رقم هو اللي يتنقل هنا في السنكة كل الإجمالي وابتا اجمع جمعنا اجمال الاحتياجات اناقص منها مغزون اخر بحطه بين اقواص لاناقص الرقم ده كان موطل 10500 كانت موطل في رأس السؤال بعد كده مغزون اخر الاول يتنقل يبقى اول الربع اللي بعده وده اخر ده يتنقل اللي بعده وده يتنقل هنا تب بالنسبة لاجمالي السنكة كل انا بتكلم عن مغزون اول يبقى اول ربع هو اللي يتنقل يتحط هنا واشوف نتيجة الطرح بقى كمية المشتريات اللي طلعت اضربها في تكلفة شراء اللي هو السعر السعر كان موطل 1.6 من 10 يبقى اضرب ده في 1.6 من 10 وهكذا يديني تكلفة المشتريات بالنسبة لنوع الاول اللي هو الخشب اللي هي الزين اقرر نفس الكلام للنوع الثاني لخشب البلوت برضو اطبق المعادلة اهتياجات دي اللي حسبناها بعد ما كنا بنضرب برنامج الجنداك في 12 قدم بتحسبناها قبل كده وده برضو حسبناه حسب وابدأ اجمع واطرح مغزون اول ده كان معطى اول رقم بعد كده مغزون اخر الروبع الاول يتنقل يبقى اول الروبع اللي بعده وهكذا ده يتنقل هنا ده يتنقل هنا طبعا ما تنساش ان مغزون اخر بالسنكة كل يبقى هو اخر ربع لكن بالنسبة للمغزون اول السنكة كل اول واحد يتنقل هنا نفس الكلام اللي عملنا ونطبق نجيب كمية المشتريات اضربة فيه تكلفة شراء القدم اللي هو السعر سعر الشراء كان معطى اتنين يطلع لي الارقام بتاعة تكلفة المشتريات يبقى انا عندي تكلفة المشتريات بتاعة البلوت طب اجمالي تكلفة المشتريات ان انا اجمع زين اللي انا عملته في الشريحة اللي قبل كده زاد البلوت يطلع لي الارقام الاجمالية اللي اجمالي تكلفة المشتريات من الخشبين الزين والبلوت يعني مثلا اجمالي تكلفة المشتريات للخشب الزين في الربع الاول اتنين وسبين الف وربعمية والربع الاول برضو بس الخشب اللي ايه البلوت كان خمسة وسبين الف لو جمعناهم يطلع مية سبعة وربين الف وهكذا لكل واحد شكرا